طويت صفحة الحرب الامريكية على العراق بعد تسعة اعوام على الاطاحة بالرئيس السابق صدام حسين ونظامه لتفتح بذلك صفحة جديدة لم تتوضح معالمها بالتزامن مع الحراك الشعبي العربي الذي سيرسل مستقبل المنطقة للعقود المقبلة وفي ظل تعاضم النفوذ الايراني الذي قد يمتد إلى دول الجوار يعني للأسف الشديد ان امريكا تتخلى عن العراق وهو على باب تقسيم قد يصبح واقعي ونهائي العراق الآن وضع تحت الوصاية الايرانية والى زمن طويل بعد الانسحاب الامريكي اصبحت ايران موجودة على الحدود مع الاردن موجودة مع حدود مشتركة مع سوريا موجودة على حدود مشتركة مع الكويت ومع السعودية لذلك اصبح بامكان النفوذ الايراني من خلال هذا الوجود وهذا النفوذ في العراق ان يؤثر بشكل مباشر وبشكل لا يساعد اطلاقا على الاستقرار ولا على النمو ولا على السلام في منطقة الخليش ككل وسيكون له ايضا تأثير كبير على الاوضاع داخل الاردن وسيكون له تأثير اكبر في مسار الازمة التي تشهدها سوريا الآن لبنان لن يكون بمنأة عما يجري حوله وتأثيرات الانسحاب الامريكي ستؤثر حتما على الوضعين السياسي والامني النفوذ الايراني قوي جدا في لبنان سواء بالصورة المباشرة او عبر حلفائه في لبنان وخاصة حزب الله يعني لذلك لبنان يتأثر بالواقع الى حد كبير بهذا الانسحاب الذي كان على الاقل يشكل نوع من العقبة في وجه هذا التدفق الايراني برا وفي حال تمكن النظام السوري من الصمود والاستمرار لذلك سنشهد مزيد من النفوذ الايراني في لبنان ومزيد من القوة لحلفاء ايران في لبنان وخاصة حزب الله ويمضي العميد عبدالقادر بالتأكيد على ان الاتراك لن يلعبوا الدور الذي اده الامريكيون بعد الانسحاب من العراق ويشدد على ان الاتراك والايرانيين لن يصلوا في عملية تقاسم النفوذ في الدول العربية الى مرحلة التنافس مهما بلغ الخلاف السياسي بينهما